ينضمننا الآن سميل العزيز محمد البازل لتحليل بقى أرقام ماتش النهار مساء الخير يا محمد و ألف مبروك مساء الخير يا كابتن عيمان ألف ألف مبروك مساء الخير على الكباتن يعني أنا برضه هكمل على كلام كابتن أسامة جايبين إحصايات الشيط الأول لوحد عشان نشوف إجمال المباراة والفرق ما بين الشيطين كانت عاملة إزاي ولكن احنا عارفين إن ده السوبر رقم 21 يعني فيه 20 مرة تتلعبوا كل أهلي باطل 13 مرة من السوبر و 4 مرات و 4 مظبوط خسر في الفاينال دي معناها كده احنا نتكلم فيه 18 مرة فاينال للنادي الأهلي من توتل يعني يعتبر 21 لو هنعتبر المرات النسخة بالشكل الجديد مضموم بالنسبة لحصيات الشيط الأول حنوف بس على بعض الأرقام فيها يعني كان فيها أخطاء كتيرة جدا شفناها في الشيط الأول ضد سيراميكا طبعا تسببت فيها نادي سيراميكا 11 خطأ النادي الأهلي خطأ 1 الركنيات كانت 2 ركنية للأهلي في الشيط الأول زيرو لسيراميكا التسلل برضو لأهلي ويعف في تسلل وحيد بنسبة بقى للتزديدات تزديدات في الشيط الأول لن يدل أهلي 10 تزديدات منهم 3 انطارجت بنسبة 30% بالنسبة التزديدات عند السيراميكا ما فيش هي تزديدة واحدة وما كانتش فيها أي خطورة ما كانتش على الثلاثة خشبات الأهداف بقى المتوقع في الشيط الأول كان المفترض أن نحن نحرز هدفين في الشوط الأول من إجمال التزديدات والخطورة والفرص اللي تعملت على مرمى سراميكا كان سبع فرص للنادي الصالح النادي الأهلي مقابل فرصة وحيدة لسراميكا وهي دي التزديدة الوحيدة اللي احنا شفناها بنسبة الاستحواز الأهلي خد الاستحواز كله في الشوط الأول بنسبة 61% مقابل 39% لسراميكا دي بس بعد النقاط الفنية بتظهر الاستحواز والفرص والتزديدات للنادي الأهلي وكل التفوق كان في الشوط الأول لو هنفتكر بقى الأرقام دي مع بعض عشان نخش على إجمالي المباراة وحننشوف بقى الفرق يعني بالنسبة في ناحية التزديدات أو الفرص أو طبعا الاستحواز الشوط الثاني شهد طبعا استحواز أكتر للنادي الأهلي ولكن عدد التزديدات والفرص كانت أقل مقابلاتهم بالشوط الأول شفنا طبعا التغيرات اللي حصلت كانت زي ما حضرتكم قلتم بالزبط المتأخرة شوية ولكن بعد ما حصلت التغيرات أو الانتعاشة بدأنا نشوف طبعا تحرك بشكل مختلف يعني احنا الهدف اللي تم إحرازه طبعا يعني نقدر نقول بلاس تسعين نفس الهدف اللي حصل فيه المباراة السابقة في الدوري كان برضو الهدف الفوز كان في البلاس تسعين يعني فدائما سراميكا فريم متماسك يعني لو هنستعرض إحصائيات المباراة بشكل كامل هتوارينا الشكل كان عامل إزاي المباراة انتهت واحد صفر انزارات طبعا أربعة سراميكا منهم كارت أحمر وثلاثة أصفر طبعا الطرد الأخطاء بقى زادت هنا كلنا بنقول 11 في الشوت الأول بقى 26 فاول أو خطأ ضد سراميكا الأهلي خمسة ركنيات أربعة للأهلي مقابل ركنية واحدة لسراميكا تسلل زي ما احنا واحد الشوت الثاني ما شاهدش أي وقوع في تسلل نكمل الأرقام بقى عشان نشوف التمريرات ونشوف الفرص ونشوف الـ XG أو الهداف المتوقع هنا التسديدات بقى لا يعني الموضوع كبر شوية يعني مقابلتها بشوت الأول يعني الزيادة ما كانتش بشكل كبير نحن نتكلم في 19 تسديدة للنادي الأهلي منهم خمسة أون تارجت بنسبة 26% دقة بتاعتهم تسديدات عن السراميكا سبعة احنا كنا نتكلم في شوت الأول عندهم تسديدة وحيدة أما بالزبط الشوت الثاني طبعا يعني من الضف ست تسديدات يعني توتل سبع تسديدات منهم واحدة أيضا على الثلاث خشبات بدقة 20% الـ XG كان الأهلي المفترض النهاردة يحرز أربع أهداف من إجمال الفرص الخطيرة اللي احنا شفناها سراميكا قد كان تصل إلى هدف يعني أقل من هدف في الـ XG الفرص 13 فرص 13 فرصة في إجمالي طبعا على مدار الشوتين على مدار الشوتين ده كده بنتكلم على مدار الشوتين إجمالي المباراة بالنسبة لسراميكا كان عندهم خمس فرص بقى الفرص الكبيرة بقى المحققة يعني هم خمس فرص بس يزيروا منها بشكل خطير هو الفرصة اللي شعلها محمد الشناوي التصدي أما طبعا الأهلي كان فيه ثلاث فرص خطيرة حقاقية كان مفروض يترجمه كأهداف عشان كده الـ XG كان يتخطى الثلاث أهداف قد يصل إلى أربع أهداف بالنسبة لإستحواز توتا للمباراة وإجمالي المباراة 60% للأهلي مقابل 39% لسراميكا نكمل برضو نشوف الاستحواز بالدقائق طبعا في التاتشز وفي رجل اللي عبتنا وسط العشرين دقيقة بالنسبة للسراميكا 13 التمريرات كالعادة يعني الأهلي بنتفوق في عدد التمريرات والشرط باصس والربط ما بين الخطوط 428 منهم 337 تمريرة صحيحة الدقة هنا عند النادي الأهلي شوية مقابلتا بالمباراة السابقة حتى في كاسة عاملاندية قلت شوية دايما نشوف الأهلي في دقة التمريرات بتصل إلى 84% و83% النهاردة 79% مقابل طبعا هناك عند السراميكا 273 تمريرة منهم 191 تمريرة صحيحة يعني نسبة 70% دقة تعاد التمريرات عندهم ما كانتش بشكل كبير النهاردة لأن ما شفناش ربط كبير ما بين لعبتهم كانوا اعتماد في معظم المباراة على الكونتراتاك وما كانش بتم بشكل مزبوط الشورت باصلس عندنا النهاردة عدد قليل مقارنة بالمباراة السابقة 365 منهم 310 صحيحة يعني 85% دقة للشورت باصلس يعني ده حاجة كويسة بالنسبة للشورت باصلس أو التمريرات القصيرة عند السراميكا 181 بس صحيحة من 238% دقة بتاعتها اللونج بولس أو كرات الطولية الطويلة النهاردة 48% يعني اللاعب 48% تمريرة طويلة منهم 23% بشكل صحيح دقة 48% بالنسبة للشورت باصلس راميكا لعب 38% تمريرة طويلة أو طولية من العشر منهم بس اللي هم بشكل صحيح دقة 26% الكروسات أو العرضيات النهاردة 15% النادي الأهلي منهم 4 يعني تنفذوا أو استخدموا استغلوا بشكل صحيح دقة لسه احنا برضو دقة التمريرات سوري الكروسات أو العرضيات مش بالشكل الكبير 27% عند السراميكا ما كانش في أي خطورة أو أي عرضيات لعبوها النهاردة ده كده اعتقد الشكل العام بالنسبة لأرقام المباراة النهاردة يعني الدريبلينج وكسب الكرة خسارة الكرة احنا دايما الأهلي طبعا 103 دايما الرقم ده كبير جدا عند الأهلي في استعادة الكرة والبول الريكافري أو استرجاع الكرة 88 عند السراميكا الدريبلينج عندنا طبعا كان شكله كبير جدا 14 منهم 9 بشكل صحيح دقة 64 عند السراميكا 11 منهم 8 بشكل صحيح نسبة الدقة 73% خسرنا الكرة 38 مرة كان معظمهم في نص الملع السراميكا 39 مرة نفس كلام لإعتراضات كان عندنا بقى النهاردة بلوكس واعتراضات واضحة جدا معظمهم كان طبعا ياسر إبراهيم عمل شوت أول في الاعتراضات بالذات وإمام عشور برضو دخل في الاعتراضات بشكل كواس جدا إمام عشور أفضل أرقام النهاردة طبعا وطبعا يعتبر هو رجل مباراة ما عرفش هو يعني تم اختياره أكيد صح ده المفروض المفترض بس الأرقام أحسن أرقام النهاردة أحسن سكورز كان إمام عشور وكتر مجهود وأكتر جاري طبعا معادلات الجاري عنده عالية جدا في كل حاجة عمل تلات تمريرات مفتاحية عمل فرصة صناعة فرصة محطاقة وحيدة كانت ممكن تترجم هدف شفنا تحركات في المرمى عندنا هيتما بخريطة حرارية بتورينا إن إمام كان النهاردة عنده معادلات جاري وضغط كان بيعملوا على المدافعين سيراميكا واستخلاص للكورة والبساطة العمالة حتى التزديدات على المرمى كان عنده النهاردة أربع أنتارجت شفناهم النهاردة من الأرقام يعني معنا لو نستعرض بس الهيتماب يعني شوف الكسافة في التحركات أمام النهاردة في كل مكان دايس في كل حتة في الملع دايس في كل حتة في الملع مظبوط يعني حتى ناحية اليمين كان فيه كسافة كده هنا بتظهر برضو تحركاته طبعا الأغلب طبعا ناحية الشمال وطبعا كان دايما بيطع ويخش في جوة منطقة الجزاء وكان بيسدد دي الهيتماب حتى النهاردة حبينا أن نربط الهيتماب دي ببعض تحركاته وتزديداته المرمى من الحالات بعض الفيديوهات النهاردة لو نقدر نستعرضها مع الشباب بسرعة هتوارينا إمام كان فعلا بشكل خطورة كبيرة جدا بتعكس أرقامه الكبيرة اللي شوفناها النهاردة يعني ده حتى من بداية الشوت يعني دي 11 يعني دي على طول جبناها احنا قبلها كان فيه تحرك بقى الإمام جايبين الصورة مع إمام وتحركاته وأنه هو يفتح زواية تمرير بصة كابتن يعني هو أمام الحاكم هنا لسه وراء هوت يعني شايفينه وراء التلاتة هو بيرجع يعني الكرة هنا تشاطت هو بدأ أنه هو ياخد المكان التوقع وهو في المكان الصحيح عارف الكرة تيجي هنا التوقع كان سليم الكرار هي كان فيه الكرة دي جول على فكرة محدش تكلم فيها الكرة دي جول لو بيرسي تاو كان مسحسح شوية وحط فيها دماغه كانت جول مزبوط تكلم على التوقع عند إمامه هنا وتحركه يعني ده دي كانت 11 بعد كده برضو فيه نكمل فيه كذا حالة لإمام النهاردة بصراحة كان فيه حالات كتيرة جدا يعني نحن بس عشان الوقت خدنا بعض الحاجات هنا شفت الدق هنا برضو نفس الكلام يعني المعدلات جاري ودريبلينج بشكل عالي بيطع ويطم ويخش ويسدد عنده قرار الدقة برضو ولكن شفنا كذا تزديدة كان فيها بشكل خطير حتى التزديدة اللي هتيجي في الحالة اللي بعد كده علشان الوقت معنا بص شفت يعني هو برضو نفس كلام التواقع برضو هنا لو كان بس دقة تحت شوية كان ممكن يحرز هدف إمام كان ممكن نهاردة يحرز أكتر من هدف يعني بشكل سليم ده كده شكل عام عن المباراة ورقام المباراة إن شاء الله الفاينال الخميس يعني نبارك لحضراتكم ويكون طبعا التتويج رقم بقى 14 يعني أقرب منافس لنا هو الزمالك بأربع ألقاب فقط من السور شكرا جزيلا محمد و ألف مبروك ألف مبروك